بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مقرر الرياضة المالية الوحدة الثالثة عشر تسوية الديون واستبدالها المحاضرة الثانية تكلمنا في المحاضرة السابقة عن تسوية الديون واستبدالها وأن هناك حالتين رئيسيتين وهما استبدال مجموعة من الديون القديمة بدين واحد واستبدال مجموعة من الديون القديمة بمجموعة من الديون الجديدة وبدأنا بالحالة الرئيسية الأولى وأخذنا الحالة ألف وهي تسوية الديون القديمة بدين واحد يسبق تاريخ هذا الدين الجديد يسبق تواريخ الديون القديمة اليوم سنرى الحالة با وهي تسوية الديون القديمة بدين واحد يلي تواريخ الديون القديمة وفي هذه الحالة ستحسب جملة الديون القديمة في التاريخ الجديد خلينا ناخذ مثال رقم 29 استبدل شخص مجموعة من الديون تمام استبدل شخص الديون التالية اللي هي هذه بدين واحد يستحق بعد ستة أعوام من تاريخ الاتفاق علما بأن التسوية تمت بمعدل 10% سنويا طيب الديون القديمة هذه هي الديون التالية الديون القديمة عندي هذه الصفر اللي هو اليوم عندي السنة الثالثة وعندي السنة الخامسة الدين الجديد يأتي في السنة السادسة طبعا في السنة الثالثة قيمة الدين القديم 10 ألاف في السنة الخامسة قيمة الدين القديم 5000 X هي قيمة الدين الجديد كيف سنحسب قيمة الدين الجديد X الدين الجديد X هو جملة الديون القديمة في التاريخ الجديد جملة العشر آلاف بعد ست سنوات من الآن وجملة الخمس آلاف بعد ست سنوات من الآن هذا يعني أن العشر آلاف سيتم تأجيل دفعها من السنة الثالثة وحتى السنة السادسة إذن ثلاث سنوات ستؤجل الخمس آلاف ستؤجل لسنة واحدة طبعا الحل X تساوي عشر آلاف في واحد زائد عشر في المية للقوة ثلاث إذن العشر آلاف ستؤجل لمدة ثلاث سنوات طبعا لا ننسى النهات معناها للقوة إذن X هو العشر آلاف مؤجلة لثلاث سنوات زائد الخمس آلاف مؤجلة لسنة واحدة الخمس آلاف مضروبة في واحد زائد معدل الفائدة المركبة اللي هي عشر بالمية مرفوع على القوة واحد طبعا نعلم أن واحد عشر بالمية للقوة ثلاث هي قيمة جدولية من جدول جملة ريال واحد تحت المعدل عشر في المية ومقابل الزمن ثلاث دورات هذه القيمة الجدولية سنجد أنها واحد فاصل ثلاثة ثلاثة واحد وكذلك فإن واحد زائد عشر في المية للقوة واحد هي عبارة عن قيمة جدولية تمام؟ في جدول جملة ريال واحد تحت المعدل عشر في المية مقابل الزمن واحد وفي هذه الحالة القيمة الجدولية واحد فاصلة عشر في المية إذن X تساوي العشر آلاف مضروبة في واحد فاصلة ثلاثة ثلاثة واحد والخمس آلاف مضروبة في واحد فاصلة واحد الناتج هو ثلاثة ألف وثلاثمية وعشرة زائد خمس آلاف وخمسمية إذن قيمة X هي فمنتعشر ألف وثمانمية وعشرة إذن الدين الجديد الذي ستحرر به كومبيالة جديدة قيمته فمنتعشر ألف وثمانمية وعشرة ستحل هذه الكومبيالة مكان الكومبيالات القديمة اللي هي عشر آلاف وخمس آلاف هذه ديون ستلغى وسيحل مكانها دين واحد فمنتعشر ألف وثمانمية وعشرة تستحق بعد ست سنوات من تاريخ الاتفاق تمام خلينا نأخذ الحالة جيم وهي حالة خلينا نرجع وهي حالة تسوية الديون القديمة بدين واحد يتوسط هذا الدين الجديد تاريخه يتوسط تواريخ الديون القديمة وفي هذه الحالة سنحسب جملة الديون القديمة التي تسبق تاريخ الدين الجديد مضافا إليها القيمة الحالية للديون القديمة التي تلي الدين الجديد سننتقل إلى المثال رقم 30 استبدل شخص الديون التالية اللي هي العشر آلاف والخمس آلاف بدين واحد يستحق بعد أربعة أعوام لاحظ أن الديون القديمة خلينا نرسمها هاي 0 واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة مثلا طيب العشر آلاف تستحق بعد ثلاث سنوات هذا واحد من الديون القديمة عشر آلاف الخمس آلاف تستحق بعد كم؟ بعد خمس سنوات هاي الخمس آلاف طيب الدين الجديد يستحق بعد أربع أعوام يعني يستحق في منطقة أو في تاريخ يتوسط تواريخ الديون القديمة في هذه الحالة المعالجة ستكون احتساب جملة الدين الذي يسبق تاريخه تاريخ الدين الجديد واحتساب القيمة الحالية للدين الذي يلي تاريخه تاريخ الدين الجديد إذن المطلوب احسب قيمة الدين الجديد X تساوي عشر آلاف هذه تسبق الدين الجديد ستؤجل لمدة عام منضربها في واحد زائد عشرة في المية مرفوع على القوة واحد يعني ستؤجل عاما واحدا أما الخمس آلاف فستعجل عاما واحدا تمام وبالتالي فالعشر آلاف مضربة في واحد وعشرة في المية طبعا للقوة واحد هذه قيمة جدولية تمام من جدول جملة ريال الخمس آلاف مضربة في واحد وعشرة في المية للقوة ناقص واحد واحد وعشرة في المية للقوة ناقص واحد هذه قيمة جدولية من جدول القيمة الحالية لريال تحت 10% ومقابل 1 زمن الناتج 11 ألف زائد 4545 الدين الجديد بيساوي 15 ألف وخمسمية وخمس واربعين هذه قيمة الدين الجديد يعني ستلغى الديون القديمة العشر ألاف والخمس ألاف وسيحل مكان هدين جديد واحد قيمته 15 ألف وخمسمية وخمس واربعين استحقاقه في السنة الخامسة